نظام الفحص الجيوفيزيائي النظام الجيوفيزيائي هو نظام منذ أداء عالي يستخدم قياساً جيولوجياً كهربائياً لمقاومة الأرض باستخدام أسفين أو أوتاداً مثبتة وبناء على قيم مقاومة الكهربائية للتربا في منطقة البحث يمكن للجهاز تحديد وجود أو عدم وجود أنواع الأهداف المختلفة بما في ذلك تجاوف مثل الكهوف والأنفاق والغرف بالإضافة إلى أنواع مختلفة من المعادن مثل الذهبي والفضة والنحاس وحترواسب المياه الجوفية والتي تحدد مسبقاً ضمن إعدادات النظام تجميع الجهاز أولاً قم بتوصيل قاعدة المواصل في منفذها بالجهة الأمامية من الوحدة الرئيسية ثانياً أدخل رأسي كابلة النظام الجيوفيزيائي في المقابس الموجودة في قاعدة المواصل ثالثاً قم بتوصيل الكماشاتي بالطرف العلوي للأوتاد التي يتم زرعها في الأرض اختيار النظام لبدء الاستخدام حد النظام الجيوفيزيكاً من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح أوكي بعد اختيار النظام ستظهر شاشة اختيار الهدف نوع الهدف يتم تحديد نوع الهدف المراد البحث عنه من بين قائمة الأهداف التي تشمل الذهب البرونز الفضاء الميال الجوثية الحديد الفراغات النحاس كيفية الاستخدام بعد اختيار نوع الهدفية قم الجهاز بضخ تيار كهربائي من خلال الوتدين حسب الهدف المختار وتقاسم قاومة التربة في منطقة البحث وحسب قيم القياس يتم عرض شاشة النتائج ويوجد حالتان اولاً تم العثور على الهدف تعرض شاشة نتائج مخططاً ثنائي الأبعاد على شكل مجموعة من المنحنيات البيضويات المتغيرة اللون من الأخضر إلى الأحضر مع ذوة في منتصف الرسم البياني وتقابل قيمة معينة على المحور الرأسي المقابلة لنسبة مئوية تمثل احتمال تواجد الهدف في المنطق على يمين المخطط ثنائي الأبعاد تعرض مجموعة من المعلومات داخل المستطيلات التي تتضمن ما يلي الهدف يشير إلى نوع الهدف المحدد الذهب على سبيل المثال القيمة تشير إلى القيمة المتعلقة بقياس مقاومة الأرض النسبة هو قيمة النسبة المئوية لاحتمال تواجد الهدف وهذه النسبة تقابل قمة القطع الناقص العلوي على المنحنيات ثانياً لم يتم العثور على الهدف هنا لن يتم رسم المنحنيات المذكورة أعلى سيتم عرض رسالة بدلاً من ذلك تشير إلى عدم العثور على الهدف في هذه الحالة ستكون قيمة القيمة المتعلقة بمقاومة التربة وقيمة النسبة مساوية للصف ملاحظة تأكد من توصيل الكابلة بشكل صحيح بكل وتد وفي حالة عدم توصيل أحد الأوتاد سيتم عرض رسالة تشير إلى عدم العثور على الهدف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر